على صعيد آخر دعا غبطة البطريار بات سبالة في رسالة رعوية روحية إلى دعم مسيرة الشباب في اختيارهم لشريك الحياة وقال في احتفال بسر الزواج المقدس لأبناء وبنات البطرياركية فرحتنا كبيرة بكم وبالمستقبل المشرق الذي نتمناه لكم ونشجعكم بكل محبة وثقة لتسيروا في مشروع الله الذي يقود إلى القداسة عبر قبولكم لسر الزواج المقدس وإنجاب البنين والحياة السعيدة المشتركة كما دعا غبطته الجميع إلى دعم الشباب في اختيارهم لشريك الحياة وأن يمنحوهم ما عندهم من نصح وتحضيرا جيدا لهذه الخطوة المباركة وأن يحضر المقبلين على سر الزواج بأمانة وإخلاص ويتابعوا معهم هذه الخطوة السعيدة حتى وقوفهم أمام هيكل الرب ونصح المؤمنين كذلك أن لا يفقدوا الحشمة في الملبس في الكنيسة وغيرها ولا يهتموا بالمظاهر الخارجية وينسوا صلاتهم وأن يتجنبوا التكاليف العالية في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة حتى لا يقع الزوج أو الزوجة في أعباء الديون الطويلة الأمد وختم البطرارك بات سبالة نصيحته للعائلات بأن يفرحوا ويبتهجوا على قدر المسئولية في شربهم ومأكلهم وسهرهم ويكونوا قريبين من كنيستهم وأن يمجدوا الله دائما في حياتهم